قبل أكثر من قرن أضرب مئات الآلاف من العمال عن العمل في مدينة الشيكاغو الأمريكية وخرجوا في تظاهرات كبيرة مطالبين بحقوقهم في الأول من آيار الذي أصبح يوما عالميا للعمال بعد أن شهد مقتل عدد منهم وتحويل عدد آخر للمحاكم التي قضت بإعدام بعضهم يأتي يوم العمال العالمي والعالم يمر بأزمة اقتصادية حادة بسبب جائحة كورونا فبحسب تقرير للأمم المتحدة الذي توقع مستوى غير مسبوق للبطالة والفقر في العالم ورجح التقرير أن يفقد في الربع الثاني من العام الجاري 195 مليون شخص حول العالم وظائفهم وأن يغرق الاقتصاد العالمي في ركود بمستويات تاريخية من البطالة والفقر عمال العراق الذين أسهموا بشكل كبير في بناء دولتهم عاشوا معاناة البطالة في وقت مبكر منذ احتلال العراق عام 2003 زاد من معاناتهم سوء إدارة الدولة ولزمة العالمية التي ألقت بظلالها عليهم فقد كشفت نقابة العمال في العراق عن ارتفاع معدلات البطالة في البلاد ووجود أعداد كبيرة ومخيفة من الباحثين عن فرص للعمل في صفوف العراقيين وانتقدت النقابة استقطاب الوزارات الحكومية للعمالة الأجنبية بدل اعتماد الكوادر المحلية متهمة إياها بسرقة حقوق العمال العراقيين اللجنة المالية النيابية تحذرت من انهيار الدينار العراقي في حال العبث باحتياطي العملة في البنك المركزي وهذا ما سيفاقم الأزمة على العمال وغيرهم وكالة فرانس بريس لخصت الوضع الاقتصادي في العراق بوصفها أنه على حافة كارثة مالية بعد انخفاض مهول لعائدات النفط الحكومة الحالية في بغداد بأحزابها الفاسدة شلت المعامل الحكومية والقطاع الخاص وأغلقتها خدمة لمصالحها الشخصية وتنفيذا للأجندة الإيرانية التي تسعى لتدمير الصناعة والزراعة في العراق ليبقى سوقا لاستهلاك المنتجات الإيرانية من هذا الوضع المأساوي خرج العراقيون بجميع طبقاتهم ومنهم شريحة العمال مطالبين بحقوقهم التي عجزت الحكومات المتعاقبة عن تلبيتها فكان لزاما على العراقيين المطالب بإسقاط النظام برمته إذ لا أمل في نظام طائفي فاسد أن يجد حلولا لمشاكل العراق